معذرة هنا أنت تضرح يكون السلطة ويكون الحكومة هي محتكرة للسلاح صحيح لكن نحن نجد الحاجة دائما إلى سلاح آخر قد يكون هو في نفس اللحظة مهم لا دقيقة يا سيد أبو ميثاق يا سيد أبو ميثاق المساري يعني أولا أنت ما أجبتني شنو الدولة بحاجة إلى سلاح آخر أولا يجب أن تعطيني تعريف من هو السلاح الآخر ما هي مشروعية السلاح الآخر ماذا تاني بالآخر من ينظم قانون الآخر لماذا لا يكون للدولة سلاح واحد تحت سلطتها لا تيهني بالمفردات ترى قاعد لك ركب ونص بالأدب السياسي ممكن أن نذهب إلى أعمق من هذه الموارد اللي هي مجرد أفكار نطرحها حقك أبو سجاد أن تأترض لأنه ترى الدولة من وجهة نظركم على التساعد على حكومة محمد الشياء مثلا وحكومة الإطار أن تحتكر الدولة بكل معانيها وكل مفاصلها وتحتكر القوة وتحتكر السلاح مثل ما قال جناب الضيف الدكتور دكتور يحيي وهو من وجهة نظره يقرأ قراءة صحيحة لكن هاي المرونة اللي حصلت من 2003 واللي يعني جنابكم يعني مستفز بيها أو مدى يقدر يتشربها أو مدى يقدر يقتنع بيها وهذه مشكلة لكن يعني على الذوات وآباء العملية السياسية الذين هم أسسوا لهذا الشيء وعادوا بأكثر من مرة لهذا السلاح اللي هو خارج سلطة الدولة واستعانوا به ونحن نحتكم دائما إلى الشجاعة والصراحة في هذا الموضوع وأستطيع أن أمرر هاي الأفكار بأكثر لباقة وأكثر نفاهم ولله يعاشت إيدك لكن اليوم إحنا خلينا نحن أترى بالموضوع مهم أبو سجاد قبل هذا قبل الموضوع لهذا خلينا نعبر من فوق الصبات اليوم أنا يعكد بي خالف خلي الناس تفتهم لا أكو قصة أنا ما أقدر أعبرها أولا أنا لست مستفزا مما تطرحه في هذه القصة القصة الثانية أنت تريد أن تقول أو قلت علنا أو ضمنا لو أنت لو دكتور يحيى واحد من أدكم مستفز أنا أبدا أبدا أقسم لك بما تعبد أنني لست مستفزا من أي طرف ولا أكون مستفزا أما أن تقول لي أن هذا بالأدب السياسي مشرعا أنه الدولة استخدمت هذا السلاح بمعنى هذا السلاح مشرعا فعلى الدولة أن تحترمه وعلى الدولة أن تقدم له ما يمكن أن تقدمه ولا تصدر بيانات بالضد منه هذه انتقائية وازدواجية ونفاق سياسي إذن بناء على الفكرة التي أنت تقول بها أبو سجاد أستاذ نجم عيني كل سلاح لا يستدير باتجاه صدور الهراقيين بل يتطوع ليقف أمامهم ويحمي صدورهم من الرصاص الغادر طيب تجربة داعش مثال واضح ما يقبل اللبس هذا السلاح المحمود نعم مو سلاح الضار نعم مو سلاح اللي يهتك الدولة أو يهدم الدولة هذا يقوم دولة طيب هذا ممكن إذا استثمرنا وبالمناسبة كل الاستثمار في هذا السلاح ترى ما تجاوز غير نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى الـ 25% هناك سلاح لو يعني أتيح له أن يقول كلمته في هذه الدولة وفي سياقات الدولة كان تغيرت خطط كثيرة وكان حققنا قفزات لكن مصدر الغرابة أنه إحنا هذا النسيج النسيج المتنوع العراقي أكو تبعات يعني عشرات من السنين إحنا نظام الحزب الواحد ونظام القائد الأوحد ونظام احتكار السلطة والسلاح والقوة والنفوذ والسيطرة والأموال وكل هذا أدى ما أدى بنا إلى مآلات أخرى وأصبحنا اليوم دولة تخضع لأقدام ثقيلة وعتب ثقيلة لجيش يعني غازي احتل هذه الدولة وسيطر وفرص نفوذة بيها هل أدى ما أدر هل بدر من ضمن هذا السلاح الذي وصفته في هذه المرحلة الذي وقف أمام صدور العراقيين أنتوا جزء من هذه المعادلة الجديدة في أحداث غزة أم لا بعد 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 دخول بدر للعراق يعني أبان فترة سقوط نظام هدام استغنت بدر بشكل كامل عن السلاح وكلكم تعرفون ورحنا إلى العمل السياسي المؤسساتي الهرمي التنظيمي نظمنا نفسنا وحتى يعني أبان بعض التحديات التي صارت من كان داعش قبل لا يوصل للعراق كان بسوريا الناس طوعة وراحة ومنهم بدرين أصدقائنا يعني ما ننكر أخوتنا وأبناء نصحناهم أنه أي شي لا تخلي يشير إلى بدر لا بشدفك ولا على صدرك ولا بيريتك ولا على سيارتك ولا على فلوتيت يا سوريا روح وهذا قطر داهم اليوم بسوريا باتر بنص بغداد وأنت محق وأنت مؤيد وأنت منصور وأنت مدعوم وأنت يعني بكل الدعم المعنوي والسياسي لكن لا ترفع شعارا يعني تحت تيافطة معينة أنه فلان جهة مشاركة لأنه خلص هاي الجهة اختارت لنفس عن ميدان العمل السياسي لكن بقي من بقي من من أصحاب السلاح اللي هم ربوا يعني ربوا هو هو بعده بطول بندقيته وهو بالجبهات ما يتخلى عن بندقيته هذا وأنا من الصعب أيضا أن أتخلى عنه وجدانيا أبو سجاد أنا أشكرك أبو ميثاق وراحت الناس وقاتلته ودفعت هذا الشر عن العراق ودتشاهدون أنتم شاهدت أنا أشكرك أبو ميثاق صحيح وقفنا أمام العراقيين ومنعنا عن صدورهم الرصاص وتلقنا بصدورنا ويصوره البعض إلا أنه اختطاف للدولة أو هدم أو هتك للدولة ومسألة احتكار السلاح والقوة والنفوذ نعم طيب اشتركوا في القناة